عضو مجلس إدارة شركة استادات تعالوا نشوف هيقول إيه ونرجع لأستاذ جمال مرة تانية في تغطيتنا الخاصة مستمرين معاكم مشاهدينا مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان ومعنا زي ما قلت يا كابتن أحمد الأستاذ محمد منشاوي عضو مجلس إدارة استادات الوطنية هنا من حفل أو بعد انتهاء حفل تدشين بروتوكول شراكة ما بين شركة استادات الوطنية والبريد المصري برحب حضرتك معنا عشرة قناة النادي الأهلي في البداية كلمنا عن الشراكة وإزاي جات الفكرة وأهداف الشراكة طبعا في البداية بشكر قناة النادي الأهلي على التغطية وطبعا قناة الأهلي إحدى الشركات الموجودة معنا في شركة استادات الوطنية عن طريق بريزنتيشن لايف الحقيقة الشراكة جات عن طريق هيئة البريد وإن نهاية البريد اتنقل لها فرصة الاستثمار في الرياضة مع كشريك رئيسي لشركة استادات الوطنية وزي ما قال المهندس سيف أن المفاوضات بقالها أكثر من عشر شهور وانتهت بتوقيع البروتوكول وإعلان الشراكة أهداف الشراكة الحقيقة محورين المحور الأولاني مبادرتين رئيسيتين للرئيس عبد فتاح السيسي مبادرة حياة كريمة والمبادرة الأخرى هي بناء الإنسان نحن نحاول من خلال هذه الشراكة ومن خلال شركة استادات أن نوفر حياة كريمة ليس بس على مستوى القرى وعلى مستوى المحافظات المختلفة والمدن المختلفة ونوفر نفس التسهيلات ونفس الإمكانيات الموجودة في القاهرة نوفرها في الأقاليم وفي المحافظات المختلفة وطبعا يعقوبها بعد كده بناء الإنسان بناء الجسد وبناء العقل عن طريق ممارسة الرياضة ده محور أساسي للشراكة المحور الثاني هي صناعة الرياضة يعني يمكن الشراكة دي شراكة استراتيجية استثمارية احنا بنهدف منها إن شاء الله بإذن الله إن شركة السلاة الوطنية بالتعاون مع البريد المصري نبتدي في ما يسمى بصناعة الرياضة وإن الرياضة تبقى جزء من الناتج القاومي المحلي وتساهم في زيادة الناتج القاومي المحلي لمصري بإذن الله بشكر حضرتك جدا نورتنا في قناة نادي الأهلي شكرا لحضرت مرسي يا فنم شكرا نزيل طبعا ده كان لقاءنا زي ما كنتوا معنا وامتابعينا مع أستاذ محمد المنشاوي عضو مجلس إدارة استداد الوطنية شكرا لكم جدا وعود إلى الأستاذ شكرا نورتنا